السلام عليكم مرحبا بكم فيديو جديد ان شاء الله غدي نحضر الملوي واحد الخلطة رائع جدا جدا من اليوم ان شاء الله غدي تعتم ديها الطريقة وغادي يجيك الملوي ديالك رقم واحد وغادي اي واحد يدوق عندك يضربك المثل بانه هذا هو الملوي و الا فالك يجي محلول اه الشيش الديد في نفس الوقت المهم غير تبعي هاد النصائح لغادي انتقرهم لك في الفيديو وان شاء الله غادي تشكريني بزر دائما الكمياد ديالتقيق الابياض كتكون غالب على دقيق الفينو اه بالنسبة لدرنامات لنجل زليف ديالتقيق الابياض كنديرو زليف ديالتقيق الابياض كنديرو زليف ديالتقيق الفينو شوية الملحة وشوية من سكر سنيده غير وحضر الشيشة كباش كتساعدنا بشي تحمر لينا الملوي ولمسمن وكنع جنوب الماء دافي بحضل بفضل وقيسة ديال الحل بارد كنديروها غير شوية نهرس وغير شوية كيدفا صافي لك الحال سخون را كنديرو هنيشا من السقايا كان عجنو العجينة الى عجنا بيدينا اكيد خسنا ندلكوها مزيان 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 بشي عطينا الطوع ولما كانش عندنا الوقت او لا سيدات اللي لا يحصل اللي اوان ما قادرش بيش تلكها ديرا في بلاستيكا تخليها ترخف راسها شوية العجينة من بعد هاد كندوها ونرطوها وكنشكلوهم على هاد الشكل هذا هنديرو معشك الكورات كون خليهم يرتاحوا كان مشي متلا كانوا عندي شم معناتها كمي كان نكون كان وجد الملوي مثلا ذاك الانية اللي عجنت فيها كان نغسلها كان المهم كان ندور هاكا شوية في الكوزينة كان لقاوا الترخف كان بدأوا ديك ساعد نشكلو فيه بالنسبة حتى الخالط اللي اذكرت لكم في البداية ديال الفيديو غادي ندوب دابة في هاد الأثناء يعني غادي نكمل تشكيل لير هاد الكورات غادي ندوب الزبدة بشك نخليها تبرد تماما بشك نزيد عليها هادوك المكونات الاخرين اللي غادي ندرو بهم هذيك الخلطة اللي كتجيب لين الملوي ديال نفس صراحة رائع محلول بزاف صراحة كيجي واحد الملوي اللي هو كيطيب ووكي تنفخ ما شاء الله غير بوحديتهم هاد الخلطة اللي كندرو فيها كيف ما قلت لكم الزبدة اللي كندوبها كنخليها تبرد تماما كنزيدوا عليها اه واحد الكمية من دقيق العبيض وكمية من دقيق الفينو واحد الكيز ديال الخميرة الكيميائية كنخلطم زيان هاد الخالط وهنا يرى العجينة تلقات كنشكلوها على هاد طريقة اللي غادي تشوفوا معي حتى الطريقة جيد مبسطة بالنسبة على الأخوات اللي ما كي يستقش لهم الملوي ولا كي يجيهم صعيب بالنسبة له هاد طريقة اللي غادي تشوفوا معايا فهي سهلة ومبسطة جدا 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 في البداية كنشكلوها على شكل كنتلقوها مزيان كنورقوها بحل كنشكلوه المسمن تماما كنورقوها غير بالزيت من بعدها كندهنو هاداك الخالط اللي الخالط اللي عندنا كنحاولو اننا نبقا ونمشيو في العجينة ما كنقطعوهاش هكا بش مني كي يكون كي طيب الملوي او للمسمن كي بقا يتحل وكي جينا مورق من الداخل طافية من بعد ما كنورقها مزيان كنطلق هاداك العاجين كندهنها مع هاداك الخلطة وكنشكلو عليها تشكل هادا تقريبا كنشكلوه جوج حبات ولا ثلاثة وعد كنبدأو اللويهم تقريبا كنشكلوه جوجدهن بنفس الطريقة كنورقوه مزيان هاداك العاجين كندهنو في الاول كيف ما كنت لكم غير بزيت من بعد كنضيرو الخالط كندهنو بدك الخالط كنهزوا هاكا شوية كندهنو يدينا وكندهنو الوجه ديال العاجين بهذاك الخالط كتجينا الطريقة ساهلة فدل اثناء كنشكلوها على شكل ملوية كتجينا نيك نشكلوها بكل سهولة كنكتروش من هاداك الخالط وما كنكتروش كذلك من الزيت يعني كنديرو قياس حيننا ميزان نبش ما كيجيناش الملوي ديال مزيت وفي نفس الوقت ما كيجيناش ناشف كشو حد الملوي اللي هو رائع اللي عرفنا القياس اللي غاني ندخلو لي ديال هاداك الخالط وديال كذلك ديال زيت صافي مني كنشكلوه الملوي كنخليوه تطلق راها كل ما تطلق كيعطان النتيجة اللي هي رائعة من بعد كنديرو المقلة ديال نتقي لكتسخن مزيان وما كنديروش النار اللي تكون مجهده يعني كتسخن كنهبطو شوية النار باش مكيت تخطفش كيجيلو نديرو محرق من برا ومن الداخل كيجينة معجن يعني النار تكون متوسطة ماشي مهيلة عود ثاني لانا لكنت مهيلة بالزفرة كيشرب الملوي ما كيجي زبين خطنا اللي تكون هي معتديلة ثم كيف ما كتشوفو كيجي مورق رائع رائع جدا هاد الملوي الصراحة كيجيش حاجة لي خطيرة نتمنى انكم تجربوا بهالطريقة وكيف ما اشتوا معاي فهي طريقة جد سهلة نتيجة كتكون جد رائعة بصحتكم وراح تكون مسبقا حتى نتلقوا ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة